اشتركوا في القناة بداية هيا نتذكر بعض القوانين الصفية أولاً أجلس جلسة صحية وأرفع يدي عند الإجابة ثانياً أنصت للمعلم في أدب ثالثاً أرفع يدي قبل أن أتكلم رابعاً أحترم الآخرين خامساً لا أؤذي زملائي هل أنت مستعد؟ هيا فلنبدأ أهداف الدرس أن يميز الطالب الجملة الإسمية في الفقرة المحددة بشكل صحيح اثنان أن يحدد الطالب أركان الجملة الإسمية بشكل صحيح عزي الطالب هيا بنا فلنبدأ درسنا انظر إلى الصورة التي أمامك ماذا ترى؟ أحسنت شجرة مثمرة أما الصورة الثانية أحسنت حديقة واسعة الجملة الأولى أو الصورة الأولى بدأت بإسم شجرة نعم الصورة الثانية بدأت بإسم حديقة نعم عزيز الطالب تلاحظ أن الجملتين بدأت بإسم لذا نسمي كل منهما بالجملة الإسمية نعم ولنتعرف أكثر على الجملة الإسمية هيا بنا نقرأ الفقرة التالية ثم نستخرج منها جملتين إسميتين اقرأ الفقرة الآتية ثم استخرج جملتين تبدأ كل منهما بإسم الأنهار نعمة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى وهي آية عظيمة من آياته ومصدر أساسي من مصادر الماء والغذاء للكائنات الحية لذلك يجب علينا أن نحافظ على تلك النعمة أحسنت بني نعم الجملة الأولى الأنهار نعمة من نعم الله نعم الجملة الأولى بدأت بإسم هي الأنهار أما الجملة الثانية هي آية عظيمة من آياته نعم بدأت بضمير لذلك نستطيع أن نقول أن الجملة إذا بدأت بإسم أو ضمير نسميها جملة إسمية الآن تعلمنا معرفة تمييز الجملة الإسمية هيا بنا طلاب الأعزاء نحدد أركان الجملة الإسمية أمامك مجموعة من الجملة الإسمية هيا بنا نحدد ركني الجملة الإسمية هيا نقرأ في البداية المعلم ماهر العلم نور الطالب نشيط جملة الأولى المعلم ماهر المعلم بدأنا بها الجملة ماهر خبر لأنها تتمم معنى الجملة لذلك نستطيع أن نقول المبتدأ المعلم الخبر ماهر أما الجملة الثانية العلم نور المبتدأ العلم الخبر نور أما الجملة الثالثة الطالب نشيط المبتدأ الطالب نشيط خبر نستطيع أن نقول ركني الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر والآن هيا بنا نتضرب أكثر على كيفية معرفة المبتدأ والخبر اقرأ الجمل الآتية ثم أجب عن الأسئلة التي ستطرى عليك هيا نقرأ الجمل الأولى الطالب مجتهد الثانية المسلم صادق الثالث الزحام شديد الرابعة الجو جميل هيا أحسنتم بارك الله فيكم المبتدأ الطالب الخبر مجتهد نعم الجملة الثانية المبتدأ المسلم أحسنت الخبر صادق الجملة الثالثة هيا أحسنتم الزحام المبتدأ الخبر شديد هيا الجملة الرابعة أحسنتم الجو هذا مبتدأ الخبر جميل بارك الله فيكم طلاب الأعزاء ماذا تعلمنا اليوم طلاب الأعزاء ما القاعدة قاعدة الجملة الإسمية الجملة الإسمية هي التي تبدأ بإسم نعم ما رقنا الجملة الإسمية رقنا الجملة الإسمية هي المبتدأ والقبر المبتدأ الذي يأتي في بداية الجملة كما قلنا من قبل طالب مشتهد طالب أتت في بداية الجملة لذلك نسميها مبتدأ مشتهد أتت لتتمم معنى الجملة لذلك نسميها خبر فالمبتدأ هو الإسم الذي نبأ به الجملة الخبر هو الذي يتمم معنى الجملة وفي النهاية طلاب الأعزاء ألتقي بكم في درس آخر من دروس مادة اللغة العربية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر